المشروع المسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا وكان يفعل تكرار لا إله الله في مناسبات كثيرة كثيرة جدا إذن اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان رجول الله ولم الآخر وذكر الله كثيرا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر من لا إله إلا الله فمن تمام متابعته أن تكسر من لا إله إلا الله يكثر منها قولا فحسب ولا قولا وتحقيقا وتعليما وجهادا وتكرارا بكل ما تحتاج ويتعلق بها الكلمة نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان فقط يكررها كان يجاهد في سبيل لا إله إلا الله كان يعلم لا إله إلا الله كان ينكر على من يمسها بشي ولو لفظا قال رجل ما شاء الله واشئت يا رسول الله قال جعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده رجل من الصحابة يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله زنيت يأتي عن يمين فيعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي جهد يا رسول الله زنيت فيعرض عنه يأتي من الخلف زنيت فيعرض عنه فيأتي تلقى وجهة يا رسول الله زنيت يقول اذهب حتى يتحقق النبي صلى الله عليه وسلم منه هل فعلا زنى هي عقل ولا يشرب خمرا كيف يقول زنيت أربع مرات يقول زنيت زنيت الرابع قال له اذهب وزاني والزنى انه كان فاحشة وساء سبيل ومتزوج وصحابي شيء عظيم فعل اربع مرات اخي شيء يقول اذهب بينما قال رجل مرة واحدة ما شاء الله وشئت يا رسول الله ماذا قال عليه وسلم كم مرة عرض عنه ولا مرة قال جعلتني لله ندن قل لا اله الا الله توحيد صحابة حدثاء عهد بالاسلام قال يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط قال الله اكبر انها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بني وصال موسى اجعل لنا الها كما لهم انكم قوم تجهلون هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ليس تكرار في حسب دعوة لا اله الله صبر في سبيل لا اله الله تعليم بيان محاربة كل ما يناقضها يناقضها اصلا او يناقض كمالها الالفاظ الشركية الافعال الشركية تعليق التمام حلب غير الله كل ذلك حياة النبي عصصا من اول الاخرها وهو يدعو الى التوحيد ويحذر من الشرك حتى حضرة الوفاة حتى حضرة الوفاة وهو يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء مساجد تقول عائشة يحذر ما صنعوا ماذا اتفعلت الامة اليوم اذهب الى البلد المسلمين اذهب الى البلد المسلمين تجد المساجد على القبور يتبرع المتبرع يحفر القبر داخل المسجد اذا هذا المسجد لكم تصلوا فيه وكان هذا قبري ادفنوني هنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي اولئك معممون وسادة يقولون وخرجون ويدعون ما فيها شيء ابدا لا بأس صلاة صريعة يعني افصح من هذا اوضح من هذا لا تتخذ القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك هو لما قال لا تتخذوا ها نهى صحبا لا واضح واضح نهى لا تتخذوا لا ناهية لكن حتى التأكيد لا تتخذوا فاني انهاكم والله كلمة لا هي نهي لك شو التوكيد اني انهاكم عن ذلك ومع ذلك انظر لحال الامة لضعف دعوة التوحيد يبنون المساجد على القبور ويدفنون الموتى داخل القبور ثم يقول لك يأتي من يقول عافي داعي ترىكم دوختون توحيد 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 دوختك توحيد دائخ من التوحيد انت مسلم ولا مشرك اما قال جل وعلا واذا ذكر الله وحده اش ما ازت قلوب اللي لا يمن بالاخرة هندأ وقتك بالتوحيد تدوخ من لا اله لله انظر الى حال النبي صلى الله عليه وسلم يقولها مئات المرات ويدعو لذلك ويعيش عليها ويتوفى الله عليها وانت دائخ من التوحيد كبرت كلمة تخرج من افواهي كيف توحيد توحيد لا يمن بالاخر هو هذول اللي يقولون توحيد توحيد شوف هذول طالبان بعد ما ماتت امه من وراهم خرجوا قالوا هذا الوهابية ويعرفون بانهم دائما يقول ايش يقولون توحيد 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 وينهون عن عباد الاولياء شوف الماقض اللي عليهم وما نقم منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماء الأرض والله على كل شيء هذا المعقض عليك انك تقول لا اله الله وتقول اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان تقول لا تتخذوا من دونه اولياء لا تدعوا مع الله اله اخر هذا عيبك يعيبوني بما ليس بعيد يعيبوني بالتوحيد هذه غربة فان كان هؤلاء وامم غيرهم هذا حالهم لا نتقاعس نحن بعد لا نتقاعس عن لا اله لله نجعلها في دروسنا في جدولنا في صباحنا في مسائنا في مقالاتنا في خطبنا اليوم في ناس يخطب خطبة كاملة ما فيها لا اله لله والله يجد سنوات سنوات صور ما يأتي بلا اله لله ولا بمعناها ولا بالدعوة اليها كيف هاي دعوة الرسل وما أرسل قبلك من رسل إلا نوحي إليه أنه لا إله لأنا فاعبدون ولقد وقد بعثنا في كل أمة الرسل أن أعبدوا الله والسلام الطاول هاي دعوة الرسل أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إلى الله حتى يشهدوا أن لا إله لأ الله فلابد من تجديد العهد بها والتمسك بها والدعوة إليها وبيان معناها وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لتعاهد كلمة التوحيد لا إله الله في مناصبات كثيرة والمشروع مسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ليكون العهد بها قريبا ومتجددا وسنذكر بعض هذه المناسبات تذكيرا للمؤمنين فإن الله يقول ماذا إيش يقول وذكر فإن الذكرة تنفع المؤمنين